السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا دكتورة نهلة زغلول ماجستير طب أسرة الأسر العيني معامل فاملي ميديسين كورس لأطباء الأسرة والأطباء الأمور النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الانتي دي بريسانت دراكس وهنبدأ بالسليكتف سريتوني ري ابتيك انهيبتورس ايجزامبس عليها هي الفلوكسيتين والسيرترالاين والباروكسيتين والسيتالوبرام الانتي سيتالوبرام والفلوفوكسامين هنتكلم على كذا قريب في السليكتف سريتوني لابتيك انهيبتورس اول حاجه اللي احنا انككلمنا عليه في الفيديو اللي فات الي هو سليكتف سريتوني لابتيك انهيبتورس ديس كونتينوات سندروم وان الان السندروم دا بيحصل لما انك الستوب السليكتف سريتون اي 디자بتور او يا اما تريدوس دوز او تمس دوز. مين اقل واحد ممكن يعمل سليكتف سريتونين دسكنتينوشن سندروم اذا كان هيعمل اصلا هو الفلوكسيتين. ليه الفلوكسيتين هو اقل واحد بيعمل اه 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 وزدرول سندروم لان هو هاز الونج هاب لايف. الهاب لايف بتاعته اه من فور تو سيكس دايز اه وهاز ان اكتف ميتابولايت نور فلوكسيتين الهاب لايف بتاعه بيبقى اب تو سيكستين دايز. فبنقول ان هو اكت از اتس اون تابر يعني ايه مش 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 بالضرورة ان احنا نقلله بالتدريج هو بيعمل على نفسه على التابر بتاعه تمام? لان هو بيبيبي الهاب لايف بتاعته بتقعد هو والاكتف ميتابولايت بتاعه بيقعد لحد 16 يوم. اكتر حاجة بتعمل هي الفلوفوكسامين والباروكسيتين. الفلوفوكسامين الهاب لايف بتاعه 15 ساعة 15 اوارز. باروكسيتين الهاب لايف بتاعه 21 اوارز. فدي هاف يبقى قلنا اقل واحد ممكن يا من دس كنتينواشن سندروم هو الفلوكسيتين. واشهر حاجة بتاعه من دس كنتينواشن سندروم عند هالشورت هاف لايف او شورت استهاب لايف هي الفلوفوكسامين والباروكسيتين. طيب بالنسبة للانتيكولينيرجيك اكتيفتي اللي هي زي مثلا ايه دراي ماوس اليوريناري ريتينشن. كل السيليكتف سريتوري افتيك انهيبتورز كلها ضس انتهاب انتيكولينيرجيك اكتيفتي معادة الباروكسيتين. تمام? اه بالنسبة لدراك تو دراك انتر اكشن باي سايتو كروم بي 450 انزايمز. اه بالنسبة لدراك تو دراك انتر اكشن عشان الافكت على السايتو كروم بي 450 انزايمز. السيتالو برام والاسيتالو برام دول ملهمش اه ملهمش افكت على السايتو كروم بي 450 انزايم. تمام? فبالتالي ان هما ملهمش دراك تو دراك انتر اكشن فبنسميهم هاز اكلين بروفايل. نديهم مع اي دراك وما نقلقش لانهما بيقصروش على هاز نو انتر اكشن ويد اه سايتو كروم بي 450 انزايمز. لكن الميزة بتاع السيتالو برام والاسيتالو برام is اه تمبرد باي يعني بتقل باي? its effect on qt اه 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 اللي هو بيعمل كيوتي برولونجيشن. تمام? وبيعمل وخاصة لو اتخذ مع اذر كيوتي برولونجيشن. تمام? يبقى السيتالوبرام والسيتالوبرام have clean profile with no major interaction with any of cytochrome B450 enzymes but this benefit is tempered by or reduced by it's a known problem with QT prolongation which is exacerbated by other QT prolonging drugs طيب ثاني clean drug ملوش علاقة أو ملوش major effect على cytochrome B450 enzymes is sertraline برضو is an attractive option if drug to drug interaction are a concern طيب الخطورة بقى من ايه من اللي ليهم تأثير كبير على cytochrome B450 enzymes زي الفلوكسيتين والبروكسيتين they are potent inhibitor of cytochrome B 2D6 لكن الفلوفوكسامين is a potent inhibitor of cytochrome C90 ده دي دول دي اللي هو الفلوكسيتين والبروكسيتين دي cytochrome BD و الفلوفوكسامين cytochrome C تمام فلما بيعمل inhibition للcytochrome enzyme ممكن ايه يزود الايفكت بتاع الدراج فبنحتاج نقلل الدوز بتاع الدراج اللي بيتاخد معه بعد selective serotonin reoptic inhibitor هنتكلم على دراج اسمه ميرتا زابين اسمه في السوق ريمرون ميرتا زابين it's a potent antihistamine and an alpha 2 adrenergic antagonist يبا هو بانتهيستامينك وايه والفا 2 blocker it caused sedation والsedation ده paradoxically the side effect of sedation listen with increasing the dose يعني كل من زود الدوز بتاع الميرتزابين side effect بتاع sedation ده بابل هذا paradoxical effect تمام بيسبب dizziness orthostatic hypotension ليه لانهو alpha blocker بيسبب weight gain بيعمل increase in triglycerides يبا بيعمل sedation بيعمل dizziness due to orthostatic hypotension بيعمل weight gain بيعمل increase in triglycerides it's a great antidepressant for patient who have lost their appetite lost weight or have insomnia لانه بيعمل sedation العينين بتاع الانسومنية هيستفيدوا منه وبيعمل weight gain العين اللي lost weight وهذا anorexia بيستفيد منه typical dose range from 15 to 60 mg per day with starting dose is 7.5 and 15 mg وهو موجود عندنا في السوق 30 mg tablet 30 mg tablet 30 mg tablet مرتا زابين تمام طيب بعد درجة اللي بعد كده اللي هو النافذ دون وده carry a block a black box warning about hypotic failure فما بيستخدع مش دلوقتي بس تعرف انه هو مين الانتدبريسانت اللي بيعمل اللي carry black box warning about hypotic failure is nafazodon it's a serotonin 2A receptor antagonist تمام has inhibitory effect on sytochrome B 3A4 ده sytochrome A زي A هو antagonist السيروتونين receptor A و inhibitory effect بتاعته على السيتوكروم B 3A4 and significant and significant drug to drug interaction تمام طيب بالنسبة لو احنا جينا دلوقتي عندنا هنختار selective serotonin re-optic inhibitor في pregnancy لعينا pregnant and depressed وهنختار لها selective serotonin re-optic inhibitor فهناخد بالنا ان all selective serotonin re-optic inhibitors carries risk of persistent pulmonary hypertension in newborn if taken during pregnancy كلهم الفلوكسيتين والباروكسيتين بيعمل ان انكفالي other selective serotonin re-optic inhibitor don't have the same association لا ان الفلوكسيتين والباروكسيتين بيعملوا ان انكفالي باقيين ما لهمش this association يعني ما بيعملوش ان انكفالي لو انت عايز تختار drug one antidepressant during pregnancy اختار ايه السيرترا line it is the safest تمام the least desirable antidepressant impregnancy is paroxetine ليه لانه هو the only antidepressant with increased incidence of cardiac anomaly من لي ventricular septal defect والاتريال septal defect يبقى لو هتختار selective serotonin re-optic inhibitor 1 during pregnancy هو مين؟ هو باروكسيتين قلنا طبعا البروكسيتين بيعمل كاردياك انوماليس بالاضافة الى انه هو ممكن يعمل associated with انينكفال تمام؟ طيب فيه نوع بقى تاني اللي هو سيرتونين نور ابنيفرين re-optic inhibitors سيرتونين نور ابنيفرين re-optic inhibitors اللي هو البنلفاكسين والدولوكسيتين they have minimal effect on histaminic cholinergic and alpha receptors have dose related increase in blood pressure تقريبا 10-15 mm mercury diastolic if the dose is 300 mg or greater in 10% of patients بيزودوا blood pressure by 10-15 mm mercury diastolic السيرتون النور ابنيفر re-optic inhibitors بيعملوا weight loss have the same side effect profile as selective serotonin re-optic inhibitors بيعملوا dissonance و dry mouse وبيعملوا ايه sexual dysfunction لو 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 اتوقف فجأة بيعمل ايه بيعملوا ميميكينج ميميكينج فلو لايك آآ النس انشوط بيتابرد أوف سلولي ذاي بقيت السيليكتف سيرتوني re-optic inhibitors بوس بوس بللفاكسين و الدولوكسيتين دول اللي اتنين دول تكسك ان اوفردوز اللي هو السيرتون النور ابنيفرن re-optic inhibitors بيعملوا ايه بيعملوا كيوتي برو لونجاشن في الاوفردوز لو خدوا لو اتخدوا باوفردوز لكن مين اللي بيعمل كيوتي برو لونجاشن ان بوس ريجولر اند اوفردوز مش مهم يحصل يبقى فيه اوفردوز في الريجولر دوز برضو السيتالوبرام و الاستيتالوبرام لكن الفيلا فاكسين و الدولوكسيتين اللي اتنين بيعملوا كيوتي برو لونجاشن بس لو اتخدوا فيه توكسيك دوس تمام كده كده خلصنا الانتي دبريسانت بتمنى تكونوا استفدتوا بتمنى تشاهروا الاستفادة وبتمنى تعملوا سبسكرايب للقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته